اشتركوا في القناة 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 ما تش coherent يعني مش متناسقه مع بعضها. بيت اجل ما تش contestants delo否. ما بتت اجلش المячات اللي الماتشات الدولية. بيت اجل شلط المحلي. يعني مش هياجلك الدولي يااجلك للعلاجل المحلي. الطبيعي انك بيت اجلل المحلي. وتلعب أمبرات الدولية هيا ما انا. انت كده أخذ بالك. انت كده يعني عندك مشكلة كبيرة المنتخب مصر كمان مش للنادي الاه Le. بس لا متاه leap كبير الدي بديله. المتprehمل المننتخب مصر الهلي عدت للمشكلة. ثم من سمى متضخم، يعني أنت اللعيبة ده لما تلعب بشكل ده، وتروح ليوم عشرين، هل تلعب مبارزة، هل تلعب مرات السنغال بشكل ده؟ خلينا أولك أسبوعين راح قبل السنغال، خلينا أولك يا حاجة بلال، للعيبة، وقلينا احنا بنتفرج، رغم اللي احنا فيه ده كله النهاردة، أنك حاسس وانت بتتفرج، أنك إنت بأبسط الأشياء، وبأبسط الأمور، والتنفيذ، بقال لمجهود، كسبت الماتش، من وان تو، سهل جدا، يتعامل كل شوية، من تحرك زغير، يتعامل كل شوية، فما فيش مشكلة عندك أنت في أنك تحلز نتيجة، إذا كان جوء أو بره، في المشكلة الدهتي واضحة تماما، أن لعيبة الأهلي، كلهم باللعبين بره، بالمالي أبوش، باللي بيلعبه، مجهدين، قوت بره، بره خالص، التفكير أنك أنت تلعب ماتش وماتش رسمي، ولا ماتش حبي حتى، لعيبة عايزة تستريح، عضلاتها تستريح، يجو واحدة واحدة، زي بلانب بفك لعيبة واجبها تاني، كابتن شريف، أنت لعب المريخ، ولعب الأهلي، قعد في مصر، كل هذه الفترة دي كلها، قعد في مصر، بيتضرب، وبيعمل ريكوفر، المريخ الصداري، الفرق يا كابتن، طب المريخ ده ما لعبه، خلاص هو رسميا ده ما لعبه، لكن أنا بأتكلمك على فرقة برضو بتلعب دوري وعندها بطولة زيك بالزبط، لا أعادي أولك ما راحش لعبة في الدوري، بلزبط ما راحش، ويه، 8 أيام برضو، المباراة من الماتش للماتش كان 8 أيام، قعد هنا في مصر، أكيد تأجلته الماتش، ما عرفش الظروف الدوري الجنوب إفريقي، بس أكيد كان عنده مباراة هناك تأجلته الماتشات، وضعه طبيعي، أي فرقة في العالم، إنما أنت النهاردة، النهاردة، تلعب، بزبط، طبيعي جدا، يعني أنت طبيعي جدا بتلعب ماتش النهاردة، وعندك تعارض في الماتشات، يبتأجل الماتش المحلي، إلعابه يوم عشرين، يوم واحد وعشرين، تمام؟ نحن متفققين إننا أوتوفورم النهاردة، كلنا، كل الفرقة الحقيقة، عام بين لعبت النادي لالي، ما تقدرش تقول لي فلاني أنت كنت وحش النهاردة، لا لا لا، أنت تعبان النهاردة، أنت مش عادر النهاردة، ومع ذلك أبتشريف النهاردة، وتيحت لك 8 أو 9 فرص للتسجيل، حقيقة، يعني النهاردة في فرص كثيرة جدا للعبت النادي لالي، كان ممكن الفينش بس، اللمسة الأخيرة، ولكن أنا أريد أن أقول لك شيء يا كابتن بلال في النقطة، أنا ممكن كفورورد أو كراس حرباً، خلينا نتكلم عن الشريف، سأجي لي 3 أو 4 فرص، جبت منهم هدافين، هذا إنجاز يحسب لي أيضا، أنا ليس لازم أجيب لي 4 فرص، لا، لا، صح، أنا معاك، لكن أنا كفورورد أيضا، كابتن مطوب مني صناعة الأهداف، حتى لو لم أسجلت أصلا، أنت دائما فيما، أمال السوبر هاتريك والهاتريك والحاجات دي تصنعت ليه؟ لعيبة كثيرة جدا بتسجل السوبر هاتريك لما تيجي الفرصة، هو إيه الفرق باللعيب يسجل هدف وهدفين، ولعيب يسجل 4 أو 3 أهداف، أنا بقول إن شريف عمل يعني النهاردة، وعودة جيدة جدا ببارة اللي فاتت، والمبارة النهاردة بيؤكد العودة بشكل كويس جدا، وبيسجل هدفين، هيرفعه أكيد من معنويات شريف، ومن روح المعنوية طبعا، الكرة اللي دخل فينا الجون التاني، دي مش كان الكرة لشريف وجود، ثلاثة بتوعنا، شايفين تصرفوا فيها؟ مش يا دي اللي كانت بنتي وردت، الثلاثة يا بلا، الثلاثة، بس دي ضربة جزاء، لا 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 لا، ده معلول عامل الكرة بالعرض، الثلاثة، طاهر محمد طاهر، دي دخلت فينا جون، بيتردد جون، دي تردد علينا جون، ثلاثة واقفين، مش قادرين يتعاملوا في خطة الستة، كل واحد بيتفرج، حتى اللي نازل تار محمد طاهر، سابت كرة، وبيستنى مين يزقها جون، اتردد عليك جون، دي الحاجات اللي انت بتكلم مع بلال فيها، بيقول له، هدفين كويس، لا، ما فيه تالت، هو سهل، لا، بس خلي بالك، ما فيه تالت يخلص ماتش، ما هو حتى لو عدت، ما فيه خط الوسط، وبعدين فيه خط الدفاع، يعني هي برضو مش مسؤولية الجماعة اللي قدام، ده عرضية بقول لك، ثلاثة عرضية من عندنا ثلاثة فراودة، على اثنين من المريخ، ما لهم عرضية هيلة، لو واحد سندها الواحد هعملها كده جون فادي، لو هو جاله، مركز ووقف على حيل، هعملها كده جون، لو الراجل تاني اللي بتفرج عليهم، اللي تنلفها جون، ترد، تبقى فيه جون، فيه حالة، فيه حكاية، خدت بالك، لم نراها من قبل، بس لعبناها وحسناها احنا، وحنا بنلعب، ان ساعات بيبقى فيه رمل في رجلنا، وحنا بنبقى برا الحكاية، كل واحد فينا بيعتمد على التاني، ولكن الحمد الله على المكسب في الظروف دي، طبعا، ما انت حاسس انك انت وانت كده، انك ممكن تفسد في أي وقت برضو، انك انت تقدر تروح، كابتن السامة ألف مبروك، حققت المطلوب، ولكن، واضح ان فيه حاجة غريبة على لعبة المريخ، طبعا، من الشوت الأولين، انت جبت هدف بدري جدا، في ديئة اثنين، مفيش أحسب من كده، وبتالي، نص الملعب يتاخد من لعبة المريخ، انتوا اتكلمتوا على موضوع، فيه لعبة كتير مجهدة، ممكن حقيقة في بعض اللاعبين، لكن فيه بعض اللاعبين آخرين، يعني، علامة استفان برضو على أداءهم، ويبقوا مجهدين ليه، لأنه فيهم ناس ملعبوش برضو عدد ماتشات كبير، يعني، يعني طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، رامي ربيعة، محمد هاني بيحاول الصراحة، يعني، النهاردة بيحاول، بس، مش في أحسن حالاته، بس ماشي، يعني، بازل جهد كبير، يعني، فيه لعبة كتير، برستاو، لعبة كام ماتش، يعني، لكن، آه، أقول لك، السلية، واضح، ممكن يكون مجهد شوية، محمد عبد المنعم، واضح جدا، علي معلول، واضح جدا، ففيه ناس لعبة في المنتخب، ووضع عليهم التعب، بس فيه ناس تانية، يبقى مجهد ليه، أو تعبان ليه، يعني، برضو، برضو، هي علامة استفقان برضو، يعني، فيه ناس بتنزل نص ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، مفروض يبقى جهدها أحسن من كده، وآداءها هيبقى أحسن من كده، وإصرارها هيبقى أكتر من كده، يعني، فيه ناس لازم تنزل، أنت، أنت، مستر، موسيماني، عمل أربع تغييرات، طاير، وحسين الشحات، ما كان عبدالقادر، وبرستاو، انتظرك على أساس أن هم ينزلوا، يصنعوا الفارق، أيها، أو يعملوا توازن حتى، طبيعي، طبيعي، أولاً عبدالقادر، يعني هي مستغربة أنه طلع لأنه كان ماشي كويس، وغريبة، يعني، يعني، كان ماشي، ما تقدرش تقول، لا، هو طلع في التوقيت اللي كان فيه كويس، يعني، هو طلع في التوقيت اللي كان فيه كويس، ماشي، نزل طاير وحسن الشحات، ثم، يمكن حمدي فتح، لن بنزل، حمدي فتح مستو، أنه ممكن ما يبقاش بازل مجهود كمجهود عالي، ولكن نظم اللعب، قدر يقف قدام، الحتة الدفاعية، قدر يقف، قدر يقف، بين رامي ربيعا ومحمد عبدالله قدامه مشوية، سيطر على وسط الملعب، يعني عمل اتزان للسولية وديانج، لكن هو الواضح طبعاً، أن بصفة عامة، أن فيه حالة إجهاد، هنقول عليها إجهاد، يعني ما فيش عنصر تاني تقدر تبرر به غير كده، الحالة، أنها تقول الإجهاد، لأن الحالة بصراحة في معظم اللاعبين، أنا أستثني، يعني ممكن يكون رأي مخالف لحد، أنا أستثني محمد شريف، إنه جاب جنين، وحاول كتير جداً، وليه ضرب الجزاء واضحة، يعني كان بيحاول، وبعدين الفرص اللي تحتله غير الجن، الجن مش فرص واضحة، فرصة كمان، فرصة حتى، ماشي، حتى بطن رجله كان الجنط اللاحة، يعني ما تقدرش تقول، يعني غير كده، ديانج شوية، بس برضو مش في الحالة الكويسة بتاعته، يعني بعد كده، هاني بيحاول، بازل جهد، يعني فيه جهد مفزول، بس مش في أحسن حالاته، يعني غير كده بقى المعظم، مش في الحالة الطبيعية بتاعته، أحمد عبدالقادر يمكن بس قبل ما يطلع عمل كورة كورتين، فهو شكل مش يعني مش مقنع النهاردة، ممكن نقول إجهاد، ممكن نقول، مش أقول استهطار، استحال يكون استهطار، متأكد، لكن جي فينا جنين، جنين جنب غربة شديدة جدا، ولكن في النهاية أنت كسبت اللقاء، كسبته واحد صفر، كسبته اثنين واحد، كسبته تلاتة واحد، انت خدت تلات نقط، وده كانت أهم حاجة، المهم أن الهدف تحقق، حتى وانت في الحالة، مش في حالتك، مش حلوة بتاعتك، يعني مش الحالة الطبيعية بتاعتك، لكن ربنا كرمك، وقدرت عمر السلاء الكرة الثالثة عملها، وخبطت في الرجل، ودخلت، في علامة استفهام كبيرة فعلا، على الأداء بصفة عامة النهاردة، وأنا طبعا معاكم، أنه ما ينفعش نلعب ماتش بيراميز يوم 8، ثم 11، هتلعب، لا ده تهريجة كثيرا، طبعا، 12، استهريج برضو، هتلعب سانداونز في جنوب أفريقيا، طبعا، المسافة كبيرة جدا، وماتشات متلاحقة كل ثلاثة أيام، هتعمل تعب، بالذات اللعبة اللي بتلعب باستمرار، يعني، غير كده كابتن بلال والكابتن شيف قال له، نقطة مهمة جدا، يعني، أن أنت بتخنق اللعبة دي، بتقتل اللعبة دي، واللعبة دي، معظمها رايحة منتخب مصر بعد كده، طبعا، ورحمة سين، مؤمن جدا، جدا، خلي بالك أنت لما بتخش في مرحلة تعب وإجهاد، في فترة، بتبقى العودة فيها أسهل، وكل ما الإجهاد يطول، الفترة اللي عشان ترجع فيها تاني، بتبقى بمرحلة أطول، الجو هناك، من الرطوبة لحر، الكفاية الجو هناك، انك تتأقلم هناك، بغض النظر، فهي غريبة فعلا، عن الجو، انت بتتكلم في حالة من الإجهات، حالة غير طبيعية، انت ما تلعب، دي طبيعية، تلعب سابت وثلات، وترجع تلعب سابت، وترجع تلعب ثلات تاني، كابتن كتير جدا، حالة طبيعية جدا، ما تلعبش في الأدوارات تاني، كابتن عيمن، فبالتالي المباراة سهلة بالنسبة لك، فتر تغير ده وتغير ده، لا انت بتلعب مباراة حاسمة، كابتن بالمجمعية، جماعة عبطوا على اتحاد الكرة، عارفين فين جنوب أفريقيا، والله باكلم جاد، وعندين عندك 16 لعيب هم اللي جاهزين عندك، عندك 16 لعيب هم اللي جاهزين عندك، مفيش غيرهم، بتغير فيهم وبتدور فيهم، يعني من المسيباني طبعا، ماتش بيراميدز، لازم رايح فيه عدد من اللاعبين، رغم أنه ماتش مهم جدا، ولكن الأهم دلوقتي في المرحلة دية، ماتش سانداون، خلينا نتكلم على أساس أن هي، لجنة المسابات والربطة هي اللي بتدير المنظوم الدوري، أياً كم من اللي بيدير، بس الوضع الطبيعي، طبعاً، ما ينفعش تلعب يوم 8، ثم تلعب يوم 11، 11، 12، والنهاردة بتلعب ماتش مهم، فكتير بصراحة، يعني، ومفروض على الأقل ماتش درم إزاي تأجل، لا، عندي، عندي وقت، بس بقى كنت نقول لك حاجة، أنت من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، لعبت ببريات البطولة العربية، قبلها المنتخب، اتخذ بأسبوع، فأنت بتدي كمان ست أيام أو سبعة أيام، أنت بقى أنت، يبقى يوم 15 نوفمبر، نفس اللاعبة دي، وصلت، وراحت لعبة في كاس الأمم الأفريقية، من 9 يناير إلى 6 فبراير، ولعبه إلى الفاينر، ومنهم لعبت الناد الأهلي لعبه كثير، ولعبت الزمالك، ولعبت كلهم يعني، منهم 4 ماتشات، 20 ديئة، نعم، وبعدين رحت على كاس العالم للأندية، يوم 7 يناير إلى 12 فبراير، أولاً، رجعت لعبت 3 أو 4 مباراة، مضغوطين ورا بعد كل 3 يام مباراة، طيب، السؤال هنا، هل أنت الأهلي بيلعب بإسم الأهلي؟ ولا بإسم الأهلي؟ دي واحد، اثنين، هل أنت تعرفوا أن اللعيبة دي، أتقولوا لي محترفين ومش محترفين، ده في حاجة، اللعيبة غير نومته، وغير وقته، ويجي أكتر من 7 أو 8، أو 10 مرات، تحيله يا كابتن، خشي بقى في الأهم، الناحية البدنية، لما نجي نتكلم عن الناحية البدنية، أنت تتكلم عن نادي الأقل، مش قادر النهاردة، أكثر من اللاعب، مش قادر يرفع رجله من الإجهاد، كابتن ووضح جداً في التمارات المقطوعة، وأنا كمان، كنت عاوز أقولها لكابتن أسامة، اللعيبة يا كابتن أسامة، اللي موجودين برضو فيها إجهاد، لأن اللعيبة اللي موجودين يا كابتن، أسامة ما بيأخدوش الحمل العالي، عادل بيقول على البودلة يعني، على البودلة، كابتن أسامة جهازية يا كابتن، جهازية، مش إجهاد، ما بيوصلوش للإجهاد، جهازية، عادل أنا أقصد الإجهاد، أنا أتكلم الإجهاد، ممكن يكون على اللعيبة المنتخدم، ده حقيق، أيها يا كابتن، واقع، واقع، وحقيقة، محمد عبد المنعم، صلية، حمد فاتحي، أنا موافق، أنا موافق، أنا بقولك، حتى التانيين، مفيش جهازية، بمعنى، في فرؤات، زي برستاو كدك، زي برستاو، متعوق، مش مية في المية، بدنياً، وقف على رجل، وأن لست برضو، لا، أنت عندك، وإصابة كمان كان، طبعا، أنا مش ببرر، أن النادل قال، أولاً، أحسن حاجة في كرة القدم، للأندية الكبيرة، إنك لما بتكون مش كويس، بتكسب، مضبوط، دي مبروك لنا النهاردة، لكن أنت ما كنتش كويس، علشان أنت، تكتيكياً، مش كويس، الحاجة الثانية، مش علشان أنت، لعبتك مش كويس، لا، أنت مجهد، طبعا، يعني، أنت في، في مشكلة كبيرة، في النادل أهلي، لازم يخلي باله، لأنه، أنا مش طبيعي، أنك أنت، ما تقفش جنب فرقة، بتشرفك في العالم، بمعنى، لما بيكون عندي حاجة حلوة، أنا بحافظ عليه، لا، المعنى هو وضع كابتن عادل، ما تصدر في ناس تانية ما بتفهمش، يا كابتن، أنا حاجة، عندي حاجة حلوة في بلدنا هنا، يعني مثلا، محمد صلاح، كلنا بنحبه، وكلنا محمد صلاح بنفرح به، رايح، رايح، تتحدث عن مصر كابتن في الكورة، أنا بتكلم على مصر في الكورة، أنا بتكلم على مصر في الكورة، كويسا في مصر الكورة، هو النادي الأهلي، لا النادي الأهلي، لما بيجي يعمل لك دعاية، تتكلم في تلاتة 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 عالم، أيها، ومشاركة تقريباً ثمان مرات في الفطولة، أكمل بس فكرت دي أبلال، عشان ما تروحش مني، ماشي، فأنا لما أجي، أنا شخصياً، لما أجي ساعة فرقة، بتشرفك، لأنه، الناس لازم تعرف، أن المحافلة الدولية، بيدفع فيها ملايين، عشان تعمل دعاية البلد، صحيح، لازم تعرف، الرياضة، الرياضة، وقورة القدم، قوة ناعمة للشعوب، طبعاً، فأنت ما بتصدق أنك، أنت تبقى عندك حاجة كويسة، بيتساندها، علشان إلي بيحصل، علشان إلي بيحصل، أن الدولة، بيتبقى فيها سياحة، وبيبقى فيها حاجات كتير، أنا بكلمك، لأهداف مهمة، المردود، المردود، دي حقيقة، الناس بتبقى فرحانة، بأنديتها برا، صح، الناس بتساعد أنديتها، عايز أقول لك، أنه في فرق بيتأجلاء، أنا مليش دعوا بأوروبا، لأن الأوروبا مسافات قريبة، عشان الناس بس تبقى فاهمة، أوروبا مسافات قريبة، المسافة بتبقى نص ساعة، أو ساعة لربع كأنك راح اسكندرية، وكأنك راح ساعتين أقصى حاجة، ثلاث ساعات أقصى حاجة، ممكن إلا من مشاعر فرنسا لإيطاليا، هي الأربع ساعات حاجة، لكن أنا بكلمك على أنه، لازم أن نستراعي النادي الأهل في الفترة دي، وتراعي نادي الزمانك لما بيلعب أفريقيا كمان، لازم تراعي، لأنه، يا جماع، إحنا كل اللي بنعمله، بنعمل منتخب جيد، علشان اسم البلد اللي بيلعب للمنتخب، يرفع اسم البلد، فأنتو متجوش، في لحظة، إنكو تجهدوا فرقة، بتلعب لإسم بلدها، ومزنبك كوي، أنت كويس، وأنت بتعاكبني أن أنا كويس، أنت بتعاكبني أن أنا بلعب في كسر أعمل الأندية، هو ده الواضح، ما أنت لازم تقف جنبي عشان تنجح، هو أنت مش جاي يعني تنظم، علشان البطولة تبقى ضعيفة، كل الهدف إن البطولة تبقى قوية، هتبقى إزاي قوية؟ أن لما يكون عندك فرق قوية، من مصلحة مين؟ إنك أنت تلعب ماتش بيرمز، مصلحة بيرمز برضو ممكن يتأجلها الماتش، لو عندها مبرات في البطولة بتاعتها، بس إلا أنا عايز أعرفه، والحقيقة، إن إلى الآن مجاش قرار، بتأجيل مبارات بيرمز، والنادي الأهل يلعبوا، تبقى مشكلة، تبقى مشكلة كبيرة، وحتى لو الناس زامالك عايز يأجل ماتش، لو عنده مبارات يأجلها، لأنك إنت لو خرقت من بطولة أفريقا كأهلي، وزامالك، بس أنا أتكلمك على الأهل الأهم، لأن الأهل هو اللي بيروح كسر أعمل عندي، لا، نحن نتكلم بصفة عامة، نحن نتكلم على كل، أهل زمالك، بيرمز، مصري، لا، أنا بكلمك على الحالة اللي إحنا فيها، لا، كسر أعمل الأندية، لأبطال الدوري، فقط، أي من عارف طبعا، أنت بتتكلم في إنك إنت لازم، نتكلم على ظرف، لازم تراعي الأمر، مش علشان إحنا مجهدين، بنقول الكلام ده، لا، إحنا بنقول الكلام ده، وأنا، وأنا بعنيه فعلا، وأنا كنت هتكلم فيه قبل المباراة، بس قلت أجلها لبعد المباراة، لازم صعب جدا أنك إنت هتسافر جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا أربع ساعات، وووه، كم؟ لا، أربع ساعات، حقًا، لا، لا، راكب ساروخ، سبعة ثمان ساعات، هي لا أربع ساعات، ولا ثمان ساعات، هي أصداشر ساع ونص، لا، لا، أصداشر ساعات. مباشر لو خدت الطيرة من هنا دايركت على جنوب أفريقيا 8 ساعات بالظهر 8 ساعات مصبوط 8 ساعات كابتن عادل انت روحت في جنوب أفريقيا بصروح لا لا كان راكب بصوت الريح لا كلام ده الدول اللي هي في نصف القارة حل 4 ساعات ونصف 5 ساعات لكن جنوب أفريقيا آخر حتة في القارة حوالي 7-8 ساعات دايرك غير انك بتروح بقى المطار قابليها في ساعتين وانك اجراءات الخروج كمان فيها ساعة ساعتين لا طبعا كابتن بلال ألف مبروك مباراة زي ما بيقول ساعات كابتن أهل أبي وكابتن شبه عبد النعم بتكسب ولا تلعب بص يا كابتن يعني المباراة بشكل عام الفرص الحياري التهديف انت أكتر فرص حياري التهديف برغم من الجهادات اللي كابتن نتكلموا فيهم والتعب وكل الحاجات اللي مروا بيانا ديالي والظروف الصعبة لأثناء الجيم السيئ في المباراة أنا كنت أن المريخ قدر يرجع هذا السيئ في المباراة إنما لو بطبيعة المباراة تمشي بطبيعتها كان ممكن مرة تروح 3-0 لنادي الأهل يعني قبل ما يسجلوا الهدف الأول عندك فرصة أو فرصتين للتهديف بعد ما يسجلوا الهدف الأول اليوم عندك فرصة أو فرصتين للتهديف تاني هي صعوبة المباراة بس جت لما المريخ سجل الهدف التاني انت بس مشكلتك عشان الحالة الإجهادية اللي كابتن نتكلموا فيها إنك مقدرت تشتمسك نص ملعة بشكل كويس عشان كده يعني ممكنك بعد 2-0 نرجع للطريقة التقليدية بتاعتك خلينا سألك سؤال هنا ليه والنادي الأهلي كسبان 2-0 ما قدرش حتى يحافظ على المكسب ده في الحالة دي ما أنا بقولك يا كابتن ممكن ترجع للطريقة التقليدية بتاعتك 3-4-3 تقفل وتقفل كويس قوي بعد تسجيلك الهدفين على فكرة تغيير الطرق أثناء الجيم ده أمر طبيعي جدا خاصة لما بتمر بحالة من التعب يعني أنا عندي لعبة كله دي تعبان النهاردة بص قال لي دي يانجل اللي بيعمل 14 كيلو لـ 13 كيلو في المات النهاردة إحنا حاسين انه مرهق حاسين انه عنده حالا ولو انه من أكتر لعبة اللي يجريت في الملعب برضا أنا بقيس على أفضل لعيب اللي هو المقترب مكانش في الحالة طبعا مش هو ده اللعيب اللي بيغطي بعرض الملعب وبطول الملعب وبيعمل يعني سبرينتات طولية كتير جدا واللي بيكمل ولي بيعمل لك النقلة والتحول كل ده النهاردة افتقدناه بفعل فعل بفعل المجهود او التعب اللي بي مور به النادي لعجل النهاردة كممكن بعد تنصف نرجع للحالة الطبعية او نرجع للطريقة الطبعية المعتدة بالنسبة لعبة النادي لعجل تقافل كويس في نصف ملعبك تقافل كويس في قلب الدفاع بتاعك يعني الكرة النهاردة لو بتلعب بتلاتة وورا في الدفاع الهدف التاني ما يجيش فيك الجلدة ما يجيش با اي شكل من اشكال الجلدة ما يجيش لو بتلعب بتلاتة في حالة الدفاع اتحولت الخمسة مش هتبقى انت كل كرة طولية عكسية يعني المنطقة بتاعت الباك العكسي فاضي مش تعمل كده تمام هتبقى كل المناطق بالنسبة لك مقفولة كل المناطق فيها لعيبة لان انت في الحالة الدفاعية هتتقل بخمسة ربعة واحد ودي الحالة المنطقية لما يكون انت بتمر بحالة اجهاد يعني كان لابد ان احنا نغير في الطريقة بتاعتنا لما وصلنا لتنصف طيب انت النهاردة ممكن يعني مستر موسماني شاف ان القالي كان قدام في الحتة الهجومية كان عنده فرص كتيرة جدا فعشان كده قال لأ احنا ممكن نكمل بالطريقة دي عندنا فرص متاحة وبالفعل انت حتى بعد اتنين اتنين ودي حتيك فرصتين ثلاثة للتسجيل كان ممكن تسجل التالت والرابع اف الجول جي اون جول لكن انت كان لك فرص تقدر تسجل الباص الاخير الفنش النهاردة برضو عامل الاجهاد بيبقى مؤثر في الحاجات الاخيرة لان انت خلاص انت طول ما انت الفيزيكال البدني عندك مش قوي طول ما انت كمان الفنيات بتاعتك مش هتقدر تبقى على حاجة تمام لان انت تركيزك مرتبط ببدنايا حتى التركيز بتاعك فالنهاردة كان ممكن يبقى في حاجات مختلفة شوية بس انت برضو بتعذر للعيبة بتعذر المدير الفني لان انت النهاردة زي ما الكباتين قالوا واستفاضوا فيها النهاردة الادي الاهل من المتش 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 تغيرات المتشات تغيرات الطموح تغيرات الفرقة اللي قدامك انت يعني بتمر بحالات صعبة جدا بتلعب دور عام مع فرق بطموح محدد بتروح افريقيا بتلعب مع فرق بتختلف الطموح والتوازن مختلفة. الفرق هنا بمستوىات مختلفة. طبعا الأجواء نفسها طبعا أكيد طبيعي. غير كده كمان يا كابتن. انت النهاردة الضغوطات ازاي. الدور العام انت مش مضغوطة قوي. الدور العام انت متفوق وانت الاول وماشي بشكل كويس. وليدنج في الدور العام. البطولة إفريقيا انت متأخر. فانت عند الضغوطات مختلفة. فبتلعب بشكل مختلف. النهاردة غيرنا طريقة اللعب. مستر موسماني. هل المباراة اللي جاية ممكن اغار تريد اللعب؟ ممكن اغار تريد اللعب. لما تلعب قدام سانداونز بار. هل في الدور العام ممكن تلعب اربعة اتنين تلاتة واحد. وترجع تلعب في سانداونز بثلاثة اربعة اتلاتة. ممكن تقبل كده. فالنهاردة عندك تحديات كثيرة جدا جدا. اللي هل عنده تحديات كبيرة جدا. ومختلفة تماما. حسب الخصوم وعلى حسب الماتشات. وعلى حسب بعد الماتشات وأربعة من بعضها. وتناسقها فالنهاردة يعني احنا بس كل اللي احنا بنقوله بنقول ان الماتشات اللي زي دي انت بتدوره على ثلاث نقاط تمام يعني زي ما اتكلمنا قبل الماتش احنا ما اتكلماش في نات كتير لكن قلنا ان النهاردة التعادل للأهلي ده خسارة مكسب للمريخ المكسب بالنسبة لك انت بتعلي عليه فبالتالي بتحطه وراء ضهره عشان تقدر تكمل بعد كده فالنهاردة مكسب الأهلي كان مكسب جيد تمام مهم جدا انك تكسب وانت في الحالة صعبة جدا انت رايح برا المباراة اللي جاية نتمنى تأجيل مباراة فرمس عشان يبقى عن تعمل بسرعة ونتمنى من ربطة الاندية ناية تستجيب لان انت برضو يعني ده الطبيعي في العالم في العالم النهاردة الفرع لما بتلعب لما بتروح تلعب في اي حتة في العالم بيتأجيلها الماتشوف بتاعتها المحلية وانت بتلعب باسم مصر يا كابتن حتى لو ما بتلعبش باسم مصر طالما انت عندك بطولة بتلعب فيها بيتأجلك الماتشات هو ان جماعة ماتشلسي قاعد عشر تيام في قطر بنلعب بطولة كاس العام للاندية هو ماتشلسي بروح يلعب ويرجع لعب ثاني لا طبعا ووضع طبيعي جدا انك الماتشتها تتأجل وانت بتكلم في دور الإنجليزي ايوه بتكلمش بقى في دوري درجة ثالثة ودرجة ربعة ودرجة خمسة فالطبيعي ان الاهلي الماتش اللي جاي بيرامتز يتأجل مش عشان بيرامتز على فكرة تمام؟ مش عشان بيرامتز اي مباراة اي مباراة لان انت بتلعب تسعين ديئة هي تسعين ديئة بس طيب تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراة واللقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي من جديد اجاد التحية بالكابتن ايمان شوي وضيوفي الكرام وكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة تقناة النادي الاهلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء فوز النادي الاهلي على فريق المريخ السوداني بسلسة اهداف مقابل هدفين وسعيدنا ان يكون معنا في هذه الاسناء الكابتن سيد عبد الحفيز كابتن سيد قبل ما اتكلم على المباراة الف حمد الله على السلامة وحاشتنا كابتن سيد والف حمد الله على سلامت حضرتك الله يسلامك الحمد لله كابتن سيد مباراة صعبة جدا ومباراة مهمة جدا وفي البداية الناس استسهلت المجموعة لكن كان دي الكلمة ان البطولة صعبة المجموعة بتاعتنا صعبة بيزيد صعوبتها أنك بطل النسختين الماضيتين لبطولة دورة أفريقيا هي بطولة أفريقيا كده يمكن في دور المجموعات بتبقى حساباته حسابات الدوري مهم أن أنت تأخذت ثلاث نقاط تتحققها والحمد لله نهارده في مباراة راحت وجدت وهي كده يعني أنا شايف أن ده هي دي كرة القدم لازم يبقى نفس التركيز نفس الإصرار نفس الحماس اللي الفرق هتقابلك به أنت كمان يبقى عندك نفس الموضوع ده يعني الحمد لله على كل شيء يعني المباراة كانت صعبة وكانت مهمة أن نحن ناخد فيها ثلاث نقاط عشان نبقى متواجدين بشكل أفضل في الترتيب يعني هنقفلها لأن ده الطبيعي جدا ونركز محلين وفرقين إن شاء الرحمن يوم الثلاث والسابت كابتن سيد دايما ليك كلمة مشهورة أن كل يوم كرة القدم بتدينا دروس النهارده تتقدم بعده فين المباراة ما خلصتش النهارده فريق المريخ السوداني بيرجع للقاء أعتقد دي دارس من الدروس النهارده بنتعلمه في المباراة بالتأكيد يعني بالتأكيد يمكن الفرق كلها على مستوى عالي جدا يعني حتى فرق المستوى الرابع يعني بتعمل نتائج كويسة المريخ أدم مباراة هيلة ومع سان داونز أدم مباراة هيلة ومع الهلال أدم مباراة هيلة مستوى في تقدم يعني في المباراة ودي حاجة تحسب الجهاز الفني بتاعهم واللعيبة بالتأكيد لكن احنا كمان كنا مهم إننا نكون في وضعنا نحطه في وعدانا أفضل شوية من القابل اللقائين يعني البطولة مختلفة في كل حاجة في مستوى الفرق اللي بتقابلها في حسابات الفرق وهي بتقابلك كمان يعني فأنت كمان لازم بيكون عندك تركيز الفترة اللي جاي محلية أفريقيا مش عايزة غير دماغ فاضية خالص مركزة في كرة القدم بس يعني كابتن سيد الملف التحكيمي مش عايزة أتكلم فيها بس في بعض النقاط النقاط الفار لازم يطبق من أدوار المجموعات النهاردة شوفنا أكتر من قرار تحكيمي ضربات جزاء عليه علامات استفام الفار لازم يكون موجود في دور المجموعات يعني أنا حيطة بس إن انت تتكلم على عنصر مهم جدا في الكرة ده مهم جدا إن انت تتناولوا يعني فيه ناس بتزعل من الكلام ده معرفش ليه يعني انت المنظومة كلها المنظومة كلها يعني بتحسن من مستويها وآدقها بالناس بتجيب لعبة بالملايين من بره بتجيب مدربين من بره بتجيب محللين من بره أو من جوه على أعلى مستوى مدربين منظومة بتتدفع فيها ملايين الملايين أعتقد إن ده ملف على المستوى الإفريقي على المستوى الإفريقي والمحلي لازم يتتعدد ترتيبات يعني ما فيش حاجة اسمها عاطفة في حاجة زي في عنصر مهم جدا بيبالوه كرارات زي كده يعني الراجل ده أنا ما شفتوش من سنتين بالزبط من سنتين إيه يعني ما افتكرش أبدا في آخر ثلاث نسخ آخر ثلاث نسخ أنه حكم لنا مباراة ما افتكرش آخر مباراة أدارها وأنا موجود كانت مباراة بيت فاست في 2017 تخيل آخر مباراة ده أدارها لنا وأنا موجود ممكن في فترة لا ما كنتش موجود فيها أدار مباراة أشك لكن ما أدارش حاجة خالص بتدي له النهاردة مباراة مهمة جدا ومصيرية جدا الفكرة مش أن انت على فكرة تغلط أو يبقى فيه تقديرك مش مظبوط أصلا الفكرة نفسها أن انت عندك الإمكانيات أن انت تكون ولا لأ يعني شغلنا صعبة جدا لكن لها مقاومات على علم مهم هقفل الصفحة دي تخلينا نخش في صفحة بيرامدزو بتجلمه برب بيرامدزو ألا الاستعداد شارح من حيلا هيتم بتجلمه نحن مركزين نحن عندنا مواطش يوم التلات بعدها نسافر على طول هيا دي حسابات كرة القدم زي مرتلك الناس كلها اللي عندنا واللعيبة اللي عندنا كلها لازم تبقى ادمخها ما عندهاش غير كرة القدم بس سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقية شكرا كابتن سادو بالتوفي في الجانب كابتن أيمن ده كان لقانا مع كابتن سيد عبد الحفيز أنا بينضميلي في يعني في هذه الأسناء واحد من نجوم النادي الأهلي وهداف النادي الأهلي في البطولة الأفريقية محمد شريف النهاردة هدفين لهدف أحرازه في مرمى الحرس الوطني يتصدر قائمة هدف النادي الأهلي في البطولة ونسخة هذا العام شريف برحب بك على شاشة القناة النادي الأهلي مبروك على الهدفين مبروك على الهدف ومبراط فرقه والنهاردة هدفين النهاردة ثلاث أهداف بتتصدر بيهم قائمة هدف النادي الأهلي عايز أقول لك كمان مبروك على صبرك وانتحملت كتير خلال الفترة الماضية لكن كان عندك الصبر والإيمان انك تكون موجود كهدف النادي الأهلي طبعا الحمد لله طبعا على المكسب ماتش صعب جدا النهاردة يمكن احنا صعبنا على نفسينا كان ممكن نكسب بسكور اكتر من كده احنا جبنا جونين بدري الماتش كان ممكن يهرب مننا بس الحمد لله انا قلت ابلي كده دور المجمعات المهم فيه تلات نقاط مش مهم فيه اللي انت تكسب تلاتة زي اربعة فالحمد لله على تلاتة بونت يعني شري انت فترة كانت صعبة جدا فترة عدم التهديف وقائقت اكتر شيء بيت يعني بيبقى صعب جدا على المواجم انك تبتعد عن الشباك اعتقد الفترة دي كانت فترة صعبة جدا قل الفترة دي اشتاء ازاي طبعا ده طبيعي في الكورة بيجي عليك فترة ممكن ما تسجلش بس الحمد لله الواحد بيحاول بيكتاد بيعمل عليه عشان يرجع تاني يعني الحمد لله يعني زمايلك بقى في الفريق التعامل معاك في الامر ده ازاي النهاردة اداء اكتر من رائع مستر رابيت سمو سماني دايما بيشيد بمحمد ده شريف وبالواحد من العناصر اللي انا بيبقى العنصر الاساسي عندي في الخطة الجون لأ طبعا احنا فرقة واحدة مش مهم شريف اللي جيب الجون زي ما قلت لك المهم اللي احنا نكسب ده كان مهم جدا بالنسبة لنا يعني فانا بالنسبة لي سجلت بسجلتش المهم اللي احنا نكسب يعني الحمد لله افشا بقى من نهاردة عيد ميلاد وحابب ايته اللي افشا انا عارف ان الدويت افشا وشريف حابب تقول ايه النهاردة اللي محبب اتبك ده افشا بمس بيت عيد ميلاد كل سنة هو طيب وان شاء الله ربنا يكريمه دايما ووفاهو ويمزيد من البطلات ان شاء الله مع بعض ان شاء الله عايز اخذ منك كلمة ورسالة لجمهور النادي الاهلي انين جمهور النادي الاهلي كان دايما هو الداعم والساند سواء لمحمد شريف وهو في المنتخب او في النادي الاهلي طبعا جمهورنا ده مش بيض عم شريف بس بيض عم فرقة كلها دايما في دهرنا في كل مكان حتى لما بنلعب في كاس الهلم بنروح بره مصر دايما بمساندين يعني ومعانا يعني في دهرنا انت هدف دورة ابطالة فرقة الموسم الماضي السنة دي اكيد طموحات تانية اكيد عايز اخذ البطول اكيد عايز اخذ هدف البطول انا بفكر اول في البطولات الجامعية دي اهم طبعا بالنسبة لي الحاجات الفردية بتيجي بعدين طول ما انت بتفكر في الحاجات الجامعية الجماعية هتلاقي الحاجات الفردية بتيجي كده كده لوحدها يعني إن شاء الله عايز أخو منك رسالة أخيرة الفترة الصعبة اللي انت عشتها أكيد في شخص عايز تقوله رسالة من خلال قناة النادي الأهلي في الفترة الصعبة اللي كانت اللي فاتت دي لو حابب تواجه رسالة للشخص تقوله مين وتقوله إيه شخص إيه مش عارف يعني عادي جدا يعني البيت عندك زملاء لا طبعا لما بيكون في عدم توفيه طبعا بيبقى أهلك مدقيين ومتعصرين طبعا ده طبيعي في أي بيت فالحمد الله يعني الواحد شوية شوية يقدر رجع يعني للسانة الفاتية إن شاء الله إن شاء الله العبيب كابتن آيمن ده كان لقاءنا مع محمد شريف لعب النادي الأهلي يعني هداف النادي الأهلي في النسخة الحالية من دورة أبطال أفريقيا من جديد تعود الكلمة للكابتن آيمن شوي وضيوفه الكرام شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح كابتن شريف دايما بنقول معركة نص الملعب اللي بيسيطر عليها وبتباليل أفضلية في الاستحواز والسيطرة من البداية هو اللي بيفرض سيطرته طوال المباراة النادي الأهلي النهاردة في إيجابية عايز أتكلم عليها آخر أربع متشات سواء محلية أو إفريقية آخر أربع متشات للنادي الأهلي أحرص في ثلاث مباريات لم يحرص في مباراة سانداونس أحرص أربع هداف في مصر مقصة أحرص أربع هداف فارقو أحرص اليوم ثلاث هداف يعني لو كلمنا عن الشق الهجومي والنواحي الإيجابية برغم إهدار الفرص زي ما قال الكابتن أحمد بلال ولكن أنت أحرص في ثلاث مباريات 11 هداف وده شيء إيجابي برغم أن بعض المباريات مثلا سانداونس أنت خسرت ماتش سانداونس رغم التسع فرص رغم بالظبط النهاردة أنت خسرت معركة نص الملعب اللي أنا اتكلمت فيها في البداية أو اتكلمت عليها في البداية ولكن يحسب للعيبة النادي الأهلي النهاردة برغم الفرص المهدرة أنهم قدروا يجبوا ثلاث أهداف وقدروا أنهم يرجعوا بعد اتنين اتنين ويكسبوا المباراة بص يا كابتن أيمان إحنا مش هنخبع على بعض قيمة اللعيبة الموجودة في النادي الأهلي كأشخاص وفردياتهم تخليهم بأبسط الأمور وبخبراتهم أنهم يوصلوا لمنطقة الجزاء الخزم ويقدروا يعملوا عرضيات ويقدروا يعملوا فرص ويقدروا يحرزوا هداف إنما العلاقة بين الخطوط وبعض النهاردة في حالة الإجهاد اللي احنا بننكلم عنها دي دي مش موجودة النهار بدأ يسمح لأي فريق بيلعبك أنه يقدر يستحوز معك لأنه شايفك أنت بمدي مسافات بينك ومن كل خط وهو لما بين الكرة صحة واحدة بس بيبقى الوجود في الملعب أنت الجهات بتاعك مش هاد تواكب أنه لو ضربت بكرة وانتو فاكر الكرة وانتو دي قال الله ده واحد لعب وانتو ووصله عندنا على فكرة عدرك تكلم على الاستحواز والسيطرة خلينا أقولك أرقام النهاردة كابتنا عدل الأرقام اللي أنت بتحبها الندي الأهلي والمريخ خلينا نكلم فالاستحواز الأول 57% الندي الأهلي ندي المريخ 43% التمريرات الصحيحة كابتنا عدل بتكلم عن التمريرات الصحيحة ممكن نكون فيها تمريرات في نص ملعبك تمريرات عرضية تمريرات الخلف ولكن هم نكلم على التمريرات الصحيحة للنادي الأهلي 606 من 689 نادي المريخ 378 تمريرات الصحيحة من 461 لو اتكلمنا يا كابتن الشريف على نسبة التمريرات هنا 88% هنا للمريخ السوداني 82% تصويب على المرمة نادي الأهلي 4 من 7 نادي المريخ 2 من 7 فرص نادي الأهلي 3 من 7 اتحققت لا أهداف فرص حقيقي أنا بكلم عن فرص حقيقي ونادي المريخ 2 من 3 جابوا 2 من 3 فرص حقيقي العرضيات النادي الأهلي 16 عرضي نادي المريخ السوداني 5 عرضيات ركنيات نادي الأهلي 2 المريخ 1 تسلل نادي الأهلي 1 المريخ 2 حتى الأرقام برغم حالة الإيجاد العامة لعبة النادي الأهلي إلا إنك متفوق على المريخ حتى في الأرقام وده اللي أنا بقول لك الفرق في الإمكانيات بتاعة اللعيبة دي والموجودين لعبة التانية دي لعبة مهما تكلمنا فيها وقلنا كاس عالم ثلاث مرات عشر مرات كاس أفريقيا ده النادي الأهلي كويس ده نادي الأهلي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة انه مش مفروض يبقى في أي شكل زي النهاردة كده لأ الشكل يشكل تاني وديكسب النهاردة خمسة ستة الشكل الطبيعي بتاعه شكل العرضيات اللي أنت بتتكلم عنها ووصوله لازم تترجم لأهداف النهاردة أنا جبت جولين ما قدرتش تحافظ عليهم من الإيجاد ووصول الخصم ما ما فيش خصمه ما بيوصلش للفرقة التانية بس بيبقى في حدود ما فيش خصم بيتوفق بهذا الشكل إنه هما يجيلوا كورتين يجابهم من ثلاثة جولين إلا إذا كنت أنت في حاجة أنت وقف غلط مش مركز حالة البدنية في حالة أنت مش ميصدق أن الفرقة دي وصلت لغاية عندك ما بيعملوش أي حاجة أنا مشوفتش تاك 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 لغاية تم وصلوا لغاية عندك وأنت تخضيت أنت أصلا مش عايز الكرة تجيلك أنت أصلا بتخلص من الكرة أنت أصلا لعيبة بتاعتك فيه تلاتين متر يا أيمن بين كل لعيبة عايز يباص إذا كان محمد هاني بيقرب له ديانج ونزل حسين الشحاد أو بيرستاو موجود عادين يعملوا المسلس اللي هو بعد كده لازم محمد شريف يبقى بيضرب الشكل ده من وراء وتتلعب له الكرة ويخش أحمد عبدالله ده كل ده ده احنا نكلمنا فيه عشان يبقى موجود الناد لقالي سهل قوي أنه خلص وإنت وإنت تعبان قوي سهل قوي أنك تخلص بتفكير واحد عملته وانتو خلصت الحكاية قبلها الجن اللي دخل فيك خلصت الحكاية لو كرة دي دخلت جوه جون بقى تلاتة واحد مش اتنين اتنين فهي النهاردة بالذات رغم استحوازك ورغم مشاركتك للعيبة المريخ النهاردة في المباراة إنما أنت ستمائة داخل على سبعمائة تمرينة وهم تلتمية إذن كل حاجة النهاردة بتقول أنت لازم تكسب بس ما تكسبش في هذا الشكل وما يخشش في جوة يعني أولا جنين دول يعني ما يخشوش وده احنا مع جنوب أفريقيا مع سان داونز ما رحوش علينا كده وكنا وقفين على حين وكنا عندنا لياقة وعندنا تقارب خطوط وعندنا نيرف نحنا نكسب المباراة وكل حاجة وكان فيه اختلاف في الوضع بين الفرقة دي والفرقة دي فكل مباراة وليها ظروفة النهاردة الظرف مش حولك ظرف طارق بس لا ده ظرف على الجميع ظرف ككل يعني مش قادر أقول لن مستر المسلماني حط فرقة النهاردة مش قادر كده ما هو طب نزل بقيت اللعيبة نزلت اللعيبات تانية مش قادر مش قادر يعمل فينيشنج أعدام اللعيب عندك مش قادر يعمل فينيشنج إذا اللعيبة كلها بتاعتك فحالة إجهات تام أنا حاديد أقول لك على حاجة تانية أخيرة أنا وانا بلعب كرة زمان كنت ساعت بازهق كل ماتش أطلع أفريقيا وارجع لعب الدوري بتجيلي حالة أو بتجيلي إصابة صغيرة بتخليني كسل بتخليني مش قادر بعدين أرجع أسأل كنتش يقولوا بتتنزلني ليه يقول لي عشان ممكن تمشي في الملعب مرتين صح إحنا نكسب عايزني بإجهادي بيتوسم فيي أو بيتوسم في غيري أو في ممكن يخلص له من لعب موصفى عبدو محسن صالح طارش كل واحد يتوسم فيه مرة واحدة خطيب أي حد موجود في الملعب حتى لو هو مجهد أو حتى هو متعور بيتوسم فيه كورة واحدة وده اللي حصل النهاردة صحيح أنت جبت جولين وجبت التالت ولم توفق بسامعة ثمان فرص ضارف النهاردة ده ضارف طارق نرجع مرة أخرى للملعب المباراة وإزمننا فروس صلاح ولقاء مع الكابتن سامي ومصان مدرب النادي الأحلي من جديد ده بجد التحية بالكابتن عيمان شوقي وضيوفي القرام وكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة تقناة النادي الأحلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأحلي على فريق المريخ السوداني فوز غالب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل أهدافين في مباراة قوية ومباراة صعبة يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن سامي ومصان المدرب العام لنادي الأحلي كابتن سامي مرحب بحضرتك على شاشة تقناة النادي الأحلي فوز مهم ثلاثة نقاط غالية بتقرب النادي الأحلي في بطولة دوري المجموعات بطولة أفريق ماتش كان صعبة جدا النهاردة كابتن سامي طبعا تحياتك كابتن أيمن وضيوفه طبعا زي ما أنت قلت المباراة صعبة جدا ومباراة صبية أكتر منها فنية يعني بتلعب تحت الضغط لقد لا أين نتيجة غير نتيجة الفوز النهاردة كن هتبقى موقفنا صعبة جدا يعني زي ما يقول عنق الزجاجة بالنسبة لنا وراء مهمة فرقة مميزة عندنا واحد بدانية قوية بيعملوا كونتر أتاك كويس لكن يا شايف نحن قدينا شوط الأولين أداء مماز جدا لحد قبل الجون اللي يدخل فينا كان عندنا فرصة لنا نحن نسجل أكتر لكن المطشوط اللي زيدي مهم اللي أنت تكسبها يعني اللعبة بتلعب تحت ضغط عصب رهيب رهيب جدا يعني موقف صعب ما تحطناش فيه من فترة كبيرة لكن الحمد لله طبعا مشكرهم جهد مشكور طبعا منهم وتصميم اللي أنت تكسب حتى بعد ما تتعدلنا النهاردة تصميم اللعبة اللي ترجع في المباراة فأعتقد الحمد لله نتيجة الحمد لله تعطوها مرضية لنا وخطوة كويسة لتصحيح مسارنا لكن إن شاء الله ونوعد جمهور إن شاء الله الأداء يبقى أحسن أعرف إن الأداء ما كانش أحسن حاجة يمكن أنا قرط المبررات اللي بالنسبة لني يعني بالنسبة لعيبة لكن في الأول والآخر الحمد لله أنا سأس نقاط وده أهم حاجة ما في المقايا كابتن سامي إنك بطل آخر نسختين ده أكيد عامل ضغط عليكم إنك واقف على منصة التتويج ومعتاد الأمر ده أيضا نتيجة المباراتين أمام الهلال السوداني وصندونز زودت من صعوبة هذا اللقاء فما بالك أصلا البطولة الثانية تبقى صعبة جدا فما بالك البطولة الثالثة طبيعي جدا كل الفرق بتلعب بأصادك بكل قوتها ما ننسس برضو إن المجموعة قوية جدا مجموعتنا قوية جدا يعني شوفنا المريخ عامل إزاي النهاردة من الفرق المميزة جدا نهلال بخبراته والتاريخه برضو في أفريقيا سندونز فرقة طبعا مميزة وعندها خبرات في أفريقيا ممكن إحنا مبدأناش أحسن حاجة لكن في الأول لآخر إنت بتلعب على هدف معين إن أنت تصعد يعني ممكن الموقف السنة اللي فاتت كان مشابه شوية للموقف اللي إحنا كنا في ده وكنا برضو بنقول الجمهور إن الأهم من اللي إنت تصعد لأن حسابات بقى المطشاط دور التمانية وقبل النهاية بتبقى مختلفة شوية يعني لكن في الأول لآخر طبعا أعتقد إحنا راضين جدا على النتيجة النهاردة وخطوة زي ما قلت تاني وقرارها تاني اللي إحنا نصحح ما صارنا واللي إحنا إن شاء الله نفكر بقى المباراة اللي جاية بإذن الله إن شاء الله بظروف أفضل وإن شاء الله تكون نتيجة مردوية بالنسبة لأ برضو قصاندة وإن شاء الله استمرار محمد شريف في التهديف للمباراة الثانية على التوالي أعتقد مهم جدا مكسب من مكاسب النادي الأهلي في هذا اللقاء مش عزيه طبعا إن شريف لعب مميز وعنده خبرات وهدف في إضافة أي وقت بيحل لك المباراة فأعتقد الحمد لله برضو دي برضو ثقة للرجل الدهالو وطبيعي أنت تقف جنبه في الأوقات اللي هو ما كانش بيسجل فيها لكن النهاردة الحمد لله طبعا مسجل هدفين مميزين جدا وإن شاء الله برضو مع واحدة واحدة حسام حسن إن شاء الله فأعتقد إن شاء الله يكون عندنا أفضلية برضو الفترات الجاية إن شاء الله خير أنا كابتن سامي مستر بيتس موسيماني مش راضي على إهضار الفرص يعني الهدف الثاني المريخ السوداني كانت فرصة هدف تالت للنادي الهلي وإنك تقتل المباراة ردت عليك بهدف أعتقد من اللقات اللي هو دايماً بيتكلم فيها إهضار الفرص طبعا مهم جدا إن أنت تسجل كل الفرص المتاحة بالنسبة لك لكن ما فيش فرقة في الدنيا هتقدر تسجل كل الفرص أنت بتحول توصلوا كده أوقات كتيرة بيبقى فيه سوق توفيق أوقات كتيرة أنت بتعمل اللي عليك لكن في الأول والآخر طبعا مهم طبعا أن أنت تسجل لأن طبعا كانت سهلة الموتش لكن الأهم بالنسبة لنا نحن نتعلمه يعني أن أنت برضو يعني ما نستقبلش لأن مش معقولة برضو النادي الأهلي بقيمته يعني أن نحن نستقبل تلات أهداف دي اللي هنشغل عليها ودول الرجل تكلم عليها يعني نحن لازم يبقى عندنا برضو إن واحد دفاعية مهمة جدا من نسبة لنا لكن العذر لهم للعيبة النهاردة إن اللعبة عاوزة تخلص المباراة بقدرين اللعبة عاوزة تخلص عدد كبير من الأهداف عشان تتطمن لكن في الأول وآخر في أخطاء لازم تعلم منها عشان تتطور وعشان تحقق النتائج أفضل وده الطبيعي يعني فأنا عارف جمهور النادي الأهلي النهاردة مش أحسن حاجة بنسبة لهم لكن بنوعد إن شاء الله إن شاء الله تحسن لأن زي ما قلت قبل كده اللي احنا عملنا ما شو سندوز أحسن حاجة لكن ما قدرناش نكسب فكان مهم جدا لنحن نكسب النهاردة يعني كان الهدف من المباراة النهاردة بنسبلنا اللي احنا نكسب يعني وأعتقد الحمد لله لنحن حققنا وإن شاء الله نوعدهم إن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله تكون أفضل ونتيجة أفضل بإذن الله شكرا ككبتن سيمي وضيوفه الكرام شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح فعلا زي ما قال الكابتن سامي مكاسب كتير برغم الحالة الفنية اللي لعيبة النازل الأهلي النهاردة أو الحالة البدنية خلينا نتكلم بصورة أفضل شوية الحالة البدنية اللي كان عليها لعيبة النازل الأهلي النهاردة الهدف تحقق إن أنت كسبت المباراة فدي أهم حاجة النهار إنت دخلت مرة تانية للمنافسة على قمة المجموعة تاني حاجة الإيجابية في الظروف دي على المرمى الإيجابية على المرمى بتخلق بس بتخلق فرص توصل للمرمى بتضيع ما أنت مش هتجيب كل الأهداف أو مش هتجيب كل الفرص ولكن أنت أحرصت تلقى هداف في الظروف دي وبالحالة البدنية دي في الوقت الصعب ده وفي الضغوط دي وفي الإجهاد حالة الإجهاد العامة اللي عيبة النهاردة الأهلي دي مكاسب كتير جدا 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 اتحققت من مباراة اليوم هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع أنجمنا كبار أرجوكم انتظرو براحب بكم مرة ثانية عزيزيان مشهدين وقبل ما نكمل كلامنا مع أنجمنا كبار تعالوا نروح نشوف مستر مسماني قال إيه بعد المباراة في المؤتمر الصحفي ترجمة نانسي قنقر 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 وعبدالقادر زيه زي الثانيين يعني مش حاجة شخصية وفي ذلك الأخب مرة نزر الحسين في ماتش المقصة نزر الحسين وحسين جاب جون الرابع عبدالقادر هو جيد لعب قويس وبيبدأ أساسي معه لذلك يجب أن يفعله كثير منه نحن نحتاج إلى جون منه بس مرتفودي يدي أكتر ومحتاج إلى مستنين منه جون حسين جاب للمرتين سجل في ماتشين وحسوط على الدكة لنفيش مشكلة لويز جاب جونين وحسا جاب جونين أفشا جاب جونين في فاركو وستبدله شهريف جاب جونين في فاركو وستبدله أبل كده وجاب جونين وغيره لذلك يستبدل أبدالقادر أكتر مرحبا أغيره من المتأكد أن نحن نقوم بجميع ـ سنداؤنس حين ساد أفريقي نحن نقوم بجميع انك حين أولاً لو كنت مقوم بجميع سيد المجموع فلن تكون بسبب عندما تدفع المجموع لقد أحدنا أين عددت بجميع السادس المجموع ولكن أحب سيد المجموع شكرا شكرا حالك هل تقول مكاني أنني سأخذ شريف من المسألة؟ هل تستطيع أن أنه يكون هناك حسام؟ لكن كان يكون هناك حسام شريف من الفرأة؟ أقول أكتب أنه سخن وقعد هل تعرف هذا المهم؟ ماهو الشيخ؟ أنه يأخذ من النظر ويأخذ زمن مشاركة حيث كثير من مباشرة نحن بكثير من مباشرة حيث نحن ان نعرف كثير من المدمجات؟ يتعب إليك المنظر نحن نعلم في الشرطة الان ونا نحتاجه ونحن نريده يجب قبل بأسفاله أريد أنه يكونه مفيد للسفوط لا يريد ذلك أهلا وسأ الأن تم right into him نحب حسون حسنً ونحتاجه نحب أ quandorr فرشة.. خ Campaign four feet Tail نحب yeah we you're second ok jakieś goes you're cousin, okay. but be patient and i spoke to him because i didn't understand what's happening but i saw things going on while he was crying and i spoke to him and he understands ثم يقول أنني أشعر لأنني لا أستطيع الوحيدة أقول نعم، أريد أن أعطي الوحيدة ولكن الشرائف لديك أشعر الآن أشعر الآن أشعر الآن أعني حقاً؟ حتى الآن لويس لديك أشعر الآن لويس لديك أشعر الآن؟ يجب أن تسألني لماذا لا أعطي لويس وحسن أشعر الآن إذا كان لديك أشعر الآن سعر الآن لديك أشعر الآن وكانت الأشعر الآن تقول أنه أهل ولكن تسألني أنه لماذا نعمق كلها، لنزلني أعطيه الممكن أن يأتي. إنه مهم. نحتاجه. لديه الكثير من الممكن. و أعطيه أنه يفهم. و أعطيه أنه لا يفهم. شكراً لك. 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 شكراً لكم. سمعت لك. الممكن لمدة سياكم التي تأشدها. 怎麼樣. هذا تجدنا كما تضمت. كان نubsد مرضينا. المجموعة أصل إلى جهد. سمعت 4 تقرير. هذا هو الممكن. هذا الممكن. الشخص الذي يستخدمه ماذا تريد أنني أشعر بأي طريقة؟ هل يمكنني أن تساعدني بأي طريقة؟ علينا أن... تعلم ماهي أهم شيء؟ أن نقوم بأي طريقة وعندما نقوم بأي طريقة وعندما نقوم بأي طريقة وعندما نقوم بأي طريقة المصدر التواصل المقطع وعندما نقوم بأي طريقة لأنه سيقوم بأي طريقة هل يجب أن تستخدمه؟ ألغان؟ وأم أصنع؟ أم أصنع؟ أم أصنع؟ أم أصنع؟ أم أصنع؟ أم أصنع؟ أخي التغييك كان حساب حساب؟ حمد الفاتح حمد الفاتح حمد الفاتح لم أرى سأسأل لديك الكثير من الناس لا أرى لا أرى حمد الفاتح إذا أرى لا أرى نعم سأرى 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 شكرا من الأبداع الهدف من أكثر بحلي من أكثر أكثر بحب أجهلا سأتشار أعني سأعود للمنزل الآن. سأعود. نعم. شكرا. 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 حسنا. كابتن أسامة، أكثر أسئلة مستفزة. لا أعتقد أن أحترامي للأسئلة. لا أعتقد أن أحترامي للجميع. ولكن قال أنه هو أن الهدف تحقق. وكان من المهم حصد ثلاث نقاط. وهو قال نفس الكلام اللي قاله كابتن سيد الحفيزة قبلها. المباراة كانت صعبة. وإنت دخلت المباراة وعندك نقطة واحدة. يعني الحاجة الأساسية بالنسبة لك أو اللي بتفكر فيه أنك تاخد ثلاث النقاط بغض نظر عن الأداء. قال كمان هو بيسأله يعني على الظروف الصعبة وأن النادي الأهلي في المركز التاني. دلوقتي قال له تصدر المجموعة لا يعني أنك ممكن تكسب بطولة أفريقيا. والدليل إن إحنا المسلمين اللي اللي فاتوا كنا تاني مجموعتنا في دور المجموعات. وإحنا اللي كسبنا بطولة أفريقيا. خطوة مهمة النهاردة في مشروع البطولة إن إحنا كسبنا المباراة. وأخيرا تكلم عن حسام حسن. وقال حسام حسن لعيب كويس. والفترة القادمة حياخد فرص أكتر. فيه مباراة كتير. وفيه فرص أكتر لحسام حسن. وهيتم تجهيزه ودفعه بالصورة المناسبة. وهو قال له حتى أنا عندي شريف. وشريف ماشي كويس وبيجي بجواه. فحسام حسن دوره جاي. فيه ماتشات كتير. ودوره جاي. ده مش مش من. وكلم عن لويس. بس أنا هتكلم على حسام حسن. علشان الناس كلها بتتكلم على موضوع حسام حسن. وكلم على التاو. وكلم على التاو طبعا. كل الكلام اللي قاله مسلم المسلماني في الأول مضبوط. إحنا وكلنا قلنا الهدف تحقق. لازم أهم حاجة ثلاث نقاط بعيدة عن الأداء. وكلنا قلنا كده. موضوع أنه كنا داخلين في ظروف صعبة ده صحيح. كل الكلام ده عادي وأكيد. هي نيجي نقطة حسام حسن. النادي الأهلي طول عمره أيمن بيقيد 25 أو 30 لعب. حسب القيد في التحاد الكورة بيحددها إزاي؟ طول عمره بيحتاج كل اللاعبين. لأنه بيلعب في مسابقات كثيرة جدا. صحيح. النقطة المهمة جدا 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 جدا. أن اللاعب لازم يعرف أنه يبقى جاهز. ويكون تحت أهبة الاستعداد في أي وقت وتحت أي ظروف وفي أي توقيت. صحيح. أنا مش هختار توقيت. أنا مش هختار توقيت. أنا لما بكون لعب لسه محطتش رجلي كأساسي. بعض متربس ومستني وبستنشأ أن المدير الفني يقول لي. هيلعبني بقى نهاية إفريقيا. هيلعبني ماتش فيه نار. هيلعبني ماتش فيه بتاع. ما عنديش حجة إن أنا أقول إن أنا أصلا أنا ما خدتش وقت قبل كده. أصلا أنا مش جاهز. أصلا أنا مفروض اللاعب يبقى مجاهز نفسه مية في المية. وتحت أمر المدير الفني في أي وقت. والفرصة هتيجي. ليه الفرصة هتيجي؟ زي ما قلت عدد الماتشات اللي بتلعب وبالذات في السنين دي. لعبة النادي الأهلي كبير جد ما بين اللاعبة بتلعب منتخب بتيجي مصابة. ودينا شفنا هاني فترة بعد جدا جدا جدا. بعد ما كان أساسي سنتين ثلاثة. وجي ريكب أكرم توفيق في لحظة. أكرم توفيق جات له صابة ربنا رجعه بالسلامة. هاني ريكب ولعب وبيقدي بيلعب وسيردباك بيقدي بيلعب وبكرايت بيقدي. ورجع يمكن في حالة أحسن من اللي كان قاعد فيها. ماشي. وهكذا هتلاقيك أكتر من لاعب. محمد عبد المنعم لسه راجع من إعارة وكان انتخب جيء ريكب. بقى أساسي. يعني اللي أنا أقصده أنه اللعيب لابد أن يكون مهيئ نفسه. أنه في أي لحظة المدير الفاني هيقوله تعالى. موجود. فحسام حسن أو غير حسام حسن. بقيت اللعيبة كلها. كريم فؤاد. محمود وحيد. لويس مكسوني. حسام حسن. كل المجموعة اللي ما بتلعبش محمد محمود. الطبيعي إن أنا مش هنقي. أنا ساعات ظروفي بتحكمني إن أنا هلعب في الوقت ده أو في الظروف دي. ماشي. فلازم أبقى جاهز ولما ألعب لازم أغتنم بقى الفرصة دي. بس في حاجة حسام. بس الجايزية الفنية كابتا. ثانية واحدة بس أقول حاجة هنا. الجايزية ماشي. منزل لحسام واللويس والبرستاو. حسام حسن وبرستاو. وفي بعض اللعيبة بتبقى خارجة من الإصابات. لأ إصابات دي حاجة تانية. وبعد كده ببقى محتاجهم إن هم يبقوا معي. وفي في نفس الوقت اللعيبة تانية بتنزل أساسي. هم بيبقوا موجودين معي. فبقى شركهم شوية شوية. بالنسبة له محمد شريف وربنا موفقه. فحكاية حسام حسن بيحاول. طبعا أنا كلعيب بقى ما بحبش حكاية دقيقة سبعة دقائق تمن دقائق. طبعا. مش كده مش هجيب نفسي يعني. إنما برضو أسامة عنده حق. أنا لازم في التمرين لو في تمرين. هو ما فيش تمرين أصلا. أسامة هي تمانية واربعين ساعة. فتلعب مباراة. فاللعيب حتى اللي راجع من ريكوفرينج أو من إصابة. ما بيلحقش. يعني أنا بحط رجلي في تلج وإنت عارف. ونطلع من التلج ورجلي وارمة. وفضل عيوم المطشي يقولك إيه حطوا احتياطي. يمكن أستعين به أو مش هستعين به. خليه موجود. زي محمود وحيد مثلا. عندك محمود وحيد. وكريم فواد ومين تاني ما بيلعبش. ومحمد محمود. ودول لازم حييجي وقت. وحيتغزب عنه هيلعبهم. قالك أنا عندي مطشط كتير قوي. أنتوا مستعجلين على ناس. أنا عندي مهمات دلوقتي. زي النهاردة. لازم أخذ ثلاثة وانط. أنا بس الحاجة الوحيدة اللي بقى فيها جنب اللعيبة دي. أنا مع أسامة تماما. أن اللعيب لازم موت نفسه قدام المدرب. عشان يقول له أنا هو. لأ دي حملية احترافية. لأنه نهاردة لعيب محترف. لنهاردة فيه لعيب بيقولك أنا عايز كذا عشان يقمضي. وفيه لعيب بيقولك أنا مش عارف عايز إيه. لما تنزل الملعب. أنت لما تبقى بقى بتنزل الملعب. تبقى تخلين أنا. أقولك آه أنا عايزك. يا إما أنا. أقول لأ. أنا عايز أجيب لعيب ومؤسفات. اسم النادي الأهلي وتشيرت النادي الأهلي. ده اللي. كما تقصد كده. يعني. إنما حاجة واحدة بس. أنا مع حسوم حسن فيه أن هم مش عارف. يرجع. فول باور. أو. أنا إحنا ما شفناش منه يا بلال. الحاجة اللي هي زي محمد شريف. بيخش ويطلع وبيجيب الجوال. هو لسه. هو برضو لما جيها يا كابتن تعور يعني. تعور. مش عارفين يجيبه. خد بالك بصها كابتن طبيع جدا. إنك انت كمدير فني برضو. ولما بتخش في الماتشات. بتوقع دايما اللعيب اللي بالنسبة لك. الجاهز اللي بيلعب اللي في الفورمة. اللي في الفورمة. هو ده اللي بيه. هو ده اللي موجود. أمري ما أكتسب ده لما تضرب. وتعوى وأرجع. وأقوم وأطلع. وده الطبيعي. أنا لحظة. لا بس أولا بس. لا أكمل يا كابتن معلش. أنا لم أكملتش كلام شريف. لا أكملتش كلام شريف. فضل يا كابتن. شريف وضح اللي أنا كنت عايز أقوله. وبلال دخل. ويمكن عادلك أنا أتكلم في نفس الموضوع. اللي أنا عايز أقوله إيه. أنت دلوقتي اللعيبة بقت محترفة. محترفة محترفة بمعنى كلمة احتراف. بيعمل عقد بمبالغ هيلة. قبل ما المدير الفني يجهزني. وقبل ما بتاع الإعداد يجهزني. طبعا تحت تشرفهم. لكن أنا فاكر زمان. رغم أن كانت فيها هواية. في لعيبة أعرفهم شخصيا. واحد زي ثابت البطل ده. ما كانش يلعب. الله يرحمه. كان يجري على مدارب العشرين سنة. يقول له لعبني معك ما تشاط ودية. وابتاع عشان عايز يجهز نفس. واحد زي محمود صالح ده معايا. كان بيبقى نايم في القوضة. ألاقي قايم بالليل. وبيجري في الطرقة بتاعة القوتيل. وبيعمل تدريبات بط. ولسه إحنا كنا. ده بس عشان المحمود ما كانش بيجي له نوع. لا. لا. أنا بس يا أيمن. مش عايز يا عادل. أنا بس عايز أقول إيه. أنا أنا. المدير الفني له دور. والإعداد اللي هو البدني والمعد والدكتور. طيب ما فيش إصابة. بس أنا عايز أقول. إن اللعيب لازم يخلق لنفسه دوافع. ولازم يبقى عنده شراسة. ولازم يبقى عنده شخصية. إنه يبقى مستعد تملي. بس يبقى عنده جاهزية يا كابتن. جاهزية طبعا طبعا طبعا. أنا ما بقولش إن. ما عايز أقول لكم على حاجة. بس أنا كابتو بعربية يسأل أسامة. أي. عشان أرجع لعب كرة تاني. دي كانت معجزة. طبعا طبعا. يا كابتن شريب أنا مش قصدي. إنه أنا بلغي دور المدير الفني. والأجهزة اللي معاه. بس أنا بقول إن. دور اللعيب. ما يبقاش ضعيف. وكل حاجة أصلي المدير بما لعبني. أصلا أنا مش عارب إيه. لازم يبقى مستعد. يحارب. يلعب أي وقت. معاك فيدي أنا. أنا معاك فيدي. بس أي أن كان بقى أي أن اسم. أنا مش بقول. والفرص هتيجي هتيجي. الفرص. إن شاء الله. بس لما تيجي يمسك فيها. هو ده اللي أنا عايز أقول. طيعا نروح للمؤتمر الصحفي. للمستر لي كلارك. المدير الفني للمريغ السوداني. ونشوف أهل إيه بعد المباراة. وللسى مرعبًا لا. كب عبني لحوظت، ثم نروح سودان اخرى. إدعاب الاشميع next in an all the school to go. المحاول بالقل هو المزيد انه يعد لفظهيات جهة لا جدا لفظهيات الجهات لفظهياتنا لفظهياتنا Ern'ts the hardest part of the game to score goals So when we are playing without a recognized striker it is very difficult But we lost the momentum with the changes after 2-2 المترجمات المترجمات في القناة ولم يفعلونهم ومعارضهم كما يجب علينا أن نصل على أجل أنا مجرد في هذا ليس لدينا أن يكون مجرد فيها لأنها قدر لأننا نحن 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 من المترجمات وأننا نتعلم لذلك أنا مجرد فيها أنا مجرد فيها شكرا 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 أنا ليس مقصود من المباراة التغيرات اللي نزلتنا ما يدش المردود اللي أنا كنت محتاجه من الفريق إنهم ما يغيروا الفريق اللي فوق كنا نستحق نقطة في المباراة دي على أقل تقدير بس ما حصلش وأنا ما كنتش جاي هنا أنا أتعادل أو أعمل علي كنت جاي أكسب وده اللي كنت استحقه على أقل نقطة سؤال 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 أعلم أشهدك أشهدك كيف يمكنك أن تكون هناك مجردًا في المعارضة؟ عندما يشعر أنهم لا يبدو أنهم يبدو أنهم لا يستخدموا في المساعدة وما يحدث وما يحدث وما يحدث للمساعدة في المساعدة وعندما يقومون وفعلون ما يريدونه فهذا ما يحدث اليوم فهي يستخدموا منهم لكن سنطمح هذا الأفضل إن شاء الله وعندما أنهم لا يجب أن أقومون مرة ويقومون بأن أخذ شكرا أعتقد أن الإجابة يعملون الإجابة ومهما يحبون مني ومعتيوبة المساعدة ولكن أنت تعلم أنني أخذ جدا لن أكون لطيفا يحدث لقد أصدقني على الهدف من علي لأنهم يمتلك المشاكلين لقد أتيت هنا لتعجب اليوم لذلك أنا مرحباً ومشعباً ولكن ليس مشعباً بشكل كيفية أجيبشي وكيفية أجيبكي ترى لنا أنا عليتي على طول علي التفايز وما بجيش أن أنا أوقف مستاني حد ييلعب علي أنا بلعب للفوز دايماً وشكراً على التحية وشكراً على الإصلافة المصريين خات近. We knew that at the start and we are disappointed with the result tonight this could give us a great boost we deserved something well no it's easy to say you deserve something from the game when you defend like we did you don't deserved anything نحن نعلم جميعاً مع البال لكن بلا البال لا نعلم بعض الناس نحن نعمل مبارك وعيسا و بالكورة كنا كم ممتازين جداً كان في بعض الأخطاء من غير الكورة وطبعاً دي مجموعة صعبة وطبعاً المجموعة كده كده تبقى صعبة لنهايتها وده اللي أقدر أوله بل دلتها إنتم غير الكورة للمشاهدة شكراً جتبذل من ثقاك وطبعاً جتبذل منذ ارحاء أي مجموعة منطقة إلى نفس الدراغ وطبعاً المترجم للقناة 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 لا، أنت بس عشان الإجهاد والفترة اللي أنت فيها دي واحد اتنين لازم الدكتور الشاطر اللي يعرف أسباب العلة إيه ويعالجها بسرعة الأندل كبيرة غير الأندل صغيرة الأندل صغيرة المكسب بيغطي أخطاء والخسارة بتطلع أخطاء كتير لكن الأندل كبيرة بتعمل إيه؟ دايماً المكسب ما بيخلكش تروح لإنك ما بتمسكش على أخطاءك لا، أنت مخطئ، أنت عندك لعيبة، أنت عندك لعيبة كانت المفروض اللعيبة دي تشيلك في وقت الإجهاد خلينا نتكلم كلام منطقه وبنتكلم كلام صح أن اللعيبة، ولكن في نفس الوقت ما تقدرش أن الفرقة كلها تلعب، ما فيش فرقة في العالم تلعب الحاجة الثانية المهمة هو فيه مدرب في الدنيا بيحب يخسر لا طبعاً ولا فيه مدرب لما يبقى عنده لعيب هيكسبه مية في المية ده إحنا لو نبقى وقفين على الخط يا كابتن أسامة، نبقى محتاجين أي حد يجيب جوني صح أو لا؟ لا، ما فيش مدرب عايز يخسر، ده حقيقة، ولكن فيه مدرب بيغلط، وإلا ما كانش عمتاً في المدربين أنا من مدرسة بالأمانة، أنا من مدرسة لما أتكلم على مسيماني في الوقت الحالي، أنا ما أتكلمش في النواحة الفنية التي فيها تقييم لأنه هو اللي عايش مع الفرقة زي ما أنا ما أحبش حد يتكلم لأنه ما شافش فرقتي، ما شافش زوجي لا يا كابتن بسحنا بنشوف الأداية في المالعة، فبنقول هو هنا أجاد وهنا لخطة أو لموافقة، يعني في ماتشات كتيرة جداً كابتن، أنت من قيم المدير الفني على أداء اللعبين في المالعة، أنا بكلمك على وجهة ناصر أنت مفنتهاش، أنت دخلت غلط في دي ليه؟ أنا بتكلم على أنا المدرسة، ممكن تكون أنت لعيب عندي، أنت الناس مش شايفك اللي يوم المباراة، لكن أنا شايفك بقالي 3-4 عدة، ممكن تكون عيان، ممكن تكون مش مرتاح نفسياً أنا قادرة، أنا المدرب، يعني أنا بعاتب على مسلمان في المؤتمر الصحفي، أنا شخصياً كنت بأعمل كده، لما يجي واحد يطلع يقول لي، أنت بتتلعب مين؟ أقول المباراة، تخلمني في المباراة، يجي سؤال، يقول له ما بيردش على الأسئلة دي، عارف ليه؟ أنا محترف، لازم مسلمان يعمل كده، مهمة مسلمان لازم يفهم حاجة مهمة أنا معادل، أنا معادل، أنا معادل في الموضوع ده، هو مفروض المؤتمر الصحفي، للمباراة، للمباراة، لكن ما تسألش أسئلة ده، كان بره، مش عارف بس هو غلطان برضو، أنا أنا بقول أنت غلطان، ما تردش، أنت لما تسائل سؤال، هو اسمه مؤتمر صحفي، ما بعد المباراة، يعني بتتكلم على الأمور الفنية، أقول لك حاجة، في أمور فنية كمان، ما تتكلمنيش فيها، الاختيارات ما تتكلمنيش فيها، لأن دي أنا حر، بمعنى، رؤيتي أنا كم وليفة، رؤييني، أم حدش يقدر يتكلم على دي، عارف أنا بتتكلم على إيه بس في المؤتمر الصحفي، ممكن أتكلم على إيه؟ يقول لك يا كوتش، أنت النهاردة لعبت أربعة، أتنين، أربعة وقاية، وقبت الأهداف في الحاجة، أه، لعبت أربعة، أتنين، أربعة وقاية، وقبت هدف ولا حاجة، وساعات ما بردش، مرينيو مرة، لما كان واحد بيسأله في سؤال بره، قال له، وانت مش عارف عملت إيه بطولة أوروبا، شغل ومزكت بطولة أوروبا، وقاعد سكت ومكلموني، طب هو دا صحة كابتن، لا طبعا، كابتن، لا تخدش نموزك الغلط، طب لا لحظة، لا، يعني إيه نموزك الغلط، يعني أنا أطلع النهاردة، لا يعني أنا مدرب، أنا مسلمان، لا لحظة، بس خلينا كامل دي أبلال، خلينا كامل لإني أنا عشتها، أنت ممكن ما تكونش عشتها، أنا عشتها بعد المباراة، أنا ممكن طالع النهاردة من المباراة من الدهيء وتعبين، هو المدرب فاكلين، أنه بيبقى واقف بره الملعب، ده بيجري أكتر من اللعيبة، أنت عارف أنك أنت بعد ماتش زي ده بتروح البيت، أنت كمدرب، كأنك لا أكتر من اللعيبة، لا لحظة بس خلينا كامل الفكرة، أنت تطلع بعد الماتش، أنت تكون صحفي مهما كنت أنت صحفي، تأتي تسألني، أنت لأبتلعب حسام حسن دقيقة، أو أنت مالك بالأمر ده، أنت بتنرفزني، أرد عليك، يعني أنت جاي تنرفزني، أنا أرد عليك كويس، أنا أنا بشر، أنت فهنتني، أكبتني، أنت كده معنا أنا أنت هتنغل مؤتمر الصحفي، يعني إيه؟ مؤتمر الصحفي في العالم، كله بيتكلم عن المباراة فقط، لا، اللي بكلمة من الخلفهم عندها. واجب. اسألني عن اللي حصل في المباراة. فقط لا غير. بس. ليه ده خفير المنزل على حاجة بره خارجي. تتكلم على تغيب حسام حسن يا كابتن صح. جي تفسيري الهدف. ده اصل الموضوع. ايو ده اصل الموضوع. ده اصل موضوع. ده كابتن كابتن عادي بقول له لا ما يكلمنيش في حسام حسن. ما يكلمنيش في حسام حسن. اذا كابتن مش في لعيب. انا بقى تقول لك انا عامل ستين نؤتمر صحفي مثلا. طول حياتي. عمري ما حد كلمني على لعيب. واتكلمت. عارف ليه? ما ينفعش تكلمني على لعيب لانك هزعل اللعيب مني. ده راجل مغرد. دي في علم الكورة بقى والمؤتمرات الصحفية ان ده راجل مغرد. عارب يعمل ايه? بيخلي اللعيب يزعل منك. او بيطلع مشكلة. لاني زي ما كابتن عسامة قال. اللعيب محترف بصة كابتن. اللعيب في النادي الاهل هنا محترف. والمدرب محترف. تمام? اللعيب محترف والمدرب محترف. سيبكم الاسئلة بتاعت الصحفيين. انا النهاردة مستر موسماني له الحق تماما. يلعب حسام حسن يلعب بشريف يلعب زي ما انت قلت في الاول كد. بس النهاردة انت لما تتسئل على لعيب عندك برضو. تمام? هو رجل يعني الحقيقة جواب جواب محترم جدا. جدا الحقيقة يعني تمام? وده اللي انا عايزه. انا كواحد منتبي لله او كجمهور لله انا احب الاجابات دي. دي مريحة بالنسبة لي. ان النهاردة في وقت هيقضوا حسام حسن. تمام? كابتن عسامة قال. قال انت عندك تلاتين لعيب في القايمة. ممكن تستخدم نهاردة سوعة تاشر ستاشر تمانتاشر عشر عشرين خمسة عشرين. تلاتين لعيب. صحيح. انا لعب زي ما انا عايزة لعبه. لكن النهاردة ساعد كمان اللعيب يا كابتن. الحالة النفسية. ببقى مستني المداري بيتكلم عليه كويس. مستني المداري بيقول عليه ان حسام اللعيب كويس. صح. بس لسا فرصة هاتيك. وهو خلي بالك. وهو لاحظة بس. وهو خلي بالك يا كابتن عايمن. يا كابتن عايمن عشان دي نقطة مهمة جدا. ده مؤتمر صاحب. انت بتناقش وجهة نظر المدير الفني. انا بناقش وجهة نظر لعيب. النهاردة لما تيجي تسألني على لعيب. ولا كلا. ما نسألني شا. انا كلاعيب. انا كلاعيب. اما محترف في كل حاجة. بس دي ممكن تأثر فيه نفسيا. انما النهاردة لما يجي. اه ده حسام حسان لعيب كويس. امكاناته جيدة. واحدة واحدة هياخد. هيديله. هيجي الوقت اللي هاخده. خلاص. انا كلاعيب. يعني نفسيا لما باسمع الكلام اللي بيتقال ده. هو اسمال. على حسام حسن. ايو يا كابتن. اتسأل الحسام حسن. ده. اللي سأله. ما ليس جعب اللي سألوك؟ لا اسمعني حتى لو سألوك يا كابتن أنا بأكلمك وجهة نظر العين خلينا كمل هو السؤال اللي سألوك الصحفي أو أي من على حسام حسن ده سؤال صح واحد يقوله بعد مباراة بس يا كابتن عادي أنا أقول لك حال يا كابتن عادي أنا أقول لك حال كامل بس النقطة دي عشان دي نقطة مهمة جدا أنا اللي عجبني في الموضوع رد مستر مسماني طبعا ده مريح للعيب جدا يعني أنا النهاردة كحسام حسن لما المدير الفني يتكلم يقول أن أنا لعيب عندي إمكانيات وقدرات وإمكانيات جيدة خلاص أنا كمان يعني بسق في الرجل اللي قدامي يعني بحبه ما بيهتزش ترجم الرد صح حتى إن كان لا ترجم الرد صح الرد اللي رد مستر مسماني ترجمه صح اللي قال للرجل سيبك من الموضوع ده أنا بتكلم على حالة ثانية يعني لا علشان نتكلم كلام مصبوط انت عندك كمدير فني ما هو ده كلام مصبوط انت عندك كمدير فني خيارين لحظة واحدة لحظة بس لا بالعكس لا بالعكس بالعكس هو انت كمدير فني عندك خيارين في الموضوع ده يا إما ترد يا إما ما تردش هو مستر مسماني كان عايز يوصل رسالة فرد بالاسلوب اللي قاله كابتن بلال وعجبه وساعات أحيانا بترد عشان تهدي الأجواء إنما مستر مسماني مستر مسماني اتسرب بطريقة صحيحة واتسرب بطريقة كويسة جدا زي مال أحمد بلال إنما الهروب من الإجابة اه ممكن أي مدير فني تاني يقول له ما تكلميش غفو الماتشة ولكن مستر مسماني هو عني الأفضل أنا معكس حسب رؤية المدير الفني حسب رؤية المدير الفني يرد أو ما يردش هل يقصد انه مش عايز فرتينا محدش يعمل هل يقصد انه مش عايز مش عايز سؤال يجي يعمل مشكلة بين المدير الفني واللعين لازم يبقى فيه صداع لأنه السؤال من الصح إحنا لما جينا ترجمنا ترجمنا النص ما ترجمناش كله إحناس بنعرف انجليزي فإحنا بنتكلم في إيه إن كان الرد كان مفيش صح لا بعد كده علق طيب خلاص يعني يعني بعد كده عادي كان عايز يقوله ده مش شغلك شغلنا إنك تسعني سؤال زي ده عادي يقصد هو ايمن ايا كان المؤتمر الصحفي ايا كان مفروض المؤتمر الصحفي الأسئلة تبقى متعلقة بالمباراة ده اللي أنا بتكلمه دي حاجة ثانيا مفيش حاجة اسمها تكلمني على الفرقة التانية ولا المدير الفن التاني ولذلك مفيش مدرب محترف أجنبي تيجي تقول له مثلا الفرقة التانية والمدرب التانية أقول لك أنا مليش دعوة انت كلمني بفرقتي على فرقة اللي حصل خليمي دخل إزاي جنين فيا ايو كده خلينا كابتن شيف أسألك على رجل المباراة اليوم رجل المباراة محمد شريفة محمد شريفة هدفين يعني محمد شريفة هو مفيش حد عجبني ما في الماء النهاردة بس أفضلهم أفضلهم من نجة نظري محمد شريف كابتن عاد أنا ديانج كابتن بلاي الشريف سجل هدفين فبالتالي هو يعني يستحق رجل مباراة يعني على المستوى التهديف على الأقل أنا أنا كنت معجب بديانج النهاردة لكن أنا أديها فعلا لمحمد شريف إبناء محمد شريف يستحق رجل مباراة اليوم هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن حالة التحكمية أرغوكم انتظروا اشتركوا في القناة